أقيمت في بغداد مباراة خيرية بين رواد الشرطة والقوة الجوية شهدت تكريما لعواء الشهداء الرياضة أيمن الحمدان في مبادرة إنسانية رياضية فريدة ارتعى رواد ونجوم فريقي الشرطة والجوية استذكار زملائهم الذين رحلوا عنها في مباراة تأبينية فيها من الوفاء الشيء الكثير تثمينا لهم ولما قدموه من عطاء وتضحيات كبيرة للكرة العراقية جمع اليوم اللي حيقدمون هذه المباراة هي سوى وفاء لهالاء اللاعبين وإن شاء الله نقدم لمحة جميلة طليق باسمها المشاركة الرياضة صراحة تجمع جميع فئات الشعب لذلك نشوف لبوا الدعوة الأغلبية المدعوين ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم برحمة الواسعة نحضر اليوم لقاء قدماء القوة الجوية وقدماء الشرطة طبعا هي استذكارات جميلة جدا أنه نعود الأيام نعود نعرف أصدقائنا القدماء اللي لعبوا النماذج اللي موجودة واللاعبين الكبات اللي موجودين الحقيقة أنت عصارت جهدهم وعصارت تاريخهم في سبيل أنه يرفعون من اسم العراق هذه المبادرة الاستذكارية لأرواح اللاعبين ناطق هاشم وسعد جاسم وأكاظم معسين وعلي حسين شهاب وأبشار رشيد وجميع الشهداء وحسن حياوي أبناء مدينة تصدر أبناء هذه المدينة اللي أنجبت الكثير من الرياضيين الذين مثلوا المنتخبات الوطنية حضر المباراة كل من عوائل وأصدقاء وجمهور ومحبي رواد الملاعب العراقية بالإضافة لحضور قائم مقام منطقة الأعظمية حيث أكدت جميع على ضرورة الاهتمام بالمخضرمين وعوائل شهداء اللاعبين الذين رحلوا عنها أدعو المنظمات المجتمع المدني وكل الناشطين الرياضيين لإدامة هذه الفعاليات للتواصل مع هذا الجيل اللي يقدم الكثير للكرة العراقية نشوف جيل طبعا ممكن إحنا لحقنا عليهم صراحة أكون الجيل اللي متوفي والجيل اللي موجود الآن أعمارهم تقريبا في خريف العمر أتمنى هذه المبادرة تتعزز باهتمام الأندية حتى يكون هناك اهتمام الأندية مثل الشرطة والجوية والزوراء طلبة وحتى أنديية المحافظات تهتم برواتها وتكون رسالة طبعا وتواصل بين الأجيال شي طيب إنه يلعبون فريق القوة الجوية رواد القوة الجوية ورواد الشرطة إن شاء الله نشوف أخواننا اليوم هم فرصة نلتق بأخواننا الرياضين في صحيفة المال التقوية فحقيقة بنخلالكم أشهر كل القائمة على هذا المهرج نجوم كبار وأسماء لامعة جمعتهم من جديد الساحرة المستديرة ليستذكروا بلقائهم هذا ذكريات طبعت بأذهان وقلوب عشاق الكرة سطروا خلالها تاريخ الكرة العراقية بحروف من ذهب لقناة العراقية الرياضية أيمن الحمداني بغداد